السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن نقوم بعمل دوازاتي بسيط و سهل نحتاج المقاطع و طريقة التحضير نحتاج المقاطع و طريقة التحضير سكر حبيبات 150 جرام نحتاج زيت المعدة 150 مل نحتاج 150 جرام دانون طبيعي نحتاج بيضاء واحدة متوسطة الحجم نقوم بعمل قشور البرتقال نحتاج 8 جرام خميرة كميائية 500 جرام نضيف نضيف أول شيء نضيف نضيف الزيت مع سكر حبيبات و نضيف لهم البيضاء نضيف كاس الزبادي الطبيعي و نضيف 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 قشرة ليمونة و قشرة البرتقال نضيف 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 خميرة كميائية و نضيف نضيف كميائية و نضيف 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 تضيف و تنقص فيديو القوام لا تكون قاسحة لا تكون قاسحة لا تكون رطبة تقويرها ثم نقوم بأسفل انا اخذ ثلاثة العجين ثلاثة العجين ثلاثة العجين ثلاثة العجين ثلاثة عجين اخذت الورق نقطع الفيديو نقطع الفيديو لا تبسطوها على سطح العام من الأحسن فبسطوها مباشرة فوق الورق الطهي نقوم بسطوها فوق الورق نقوم بسطوها ونقوم بحفظ ونقوم بسطوها ثم نقوم بسطوها ونقوم بسطوها فقط صمك بعدها نقوم بسطوها منذ الخامير لا تكون العجين ساميكة يجب أن نقوم بسطوها نقطع الفيديو بحفظ ما نقوم نقوم بسطوها موضح نقطع القطاع يمكنك تعود العسل يكون مخففا اهنا يجب العسل العادية اضفت لي 4 معالق كبار لابد اضافة من العجين اضافة من العجين نضيفها في حكاكة ونرى أنها تتحكم بسهولة نضيف الطحين نضيف المربعة نضيف المربعة مخمرة عجينة البيضة تلون الكاكاuy منزير عجين يجب نقوم بمكتورة تجربة جميلة نسيقها كاملين بعدما تشاهدون جميلة تجربة جميلة تجربة جميلة سوف نسخن الفرن سوف يكون سخون من قبل سوف نضيف الطيب على درجة حرارة ميتين لون دهبي لا يكون حمر بزاف سوف نضيف مدة ساعة حتى ساعتين من الأحسن سوف نضيف الطروف سوف نضيف الخبز بحضر فقاس يجب ان نضيف المدينة وسوف نضيف طبقة فقاس سوف نضيف المدينة فقطع الجنب نقطع الطريفات 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 من هذا نص كيلو ديال طحينا خرجت لي تقريبا 40 حبة يمكن لكم تحتفظوا بها في المجمد في الصراحة تجي رائعة وكان هذا والفيديو ديالي في الصراحة نتمنى أن يكون الأعجاب ديالكم فالناس اللي كيشوفوا القناة لأول مرة فما تنسوش الاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد كنشكر الناس اللي كيدعموا القناة من قريب ولا من بعيد كساسوا باللايكات ولا بالتعليق كنقولكم دائما ما تنسوش للايك للايك رغم ما لكي تطلعوا الفيديو والتعليق ديالكم طبيعة الحال فيعني لكان عندكم شق سراح مرحبا هذه النهاية ديالفيديو كنتمنى أن يكون الأعجاب ديالكم دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم